موسيقى النشاطات اللي حصلت النهاردة مصر كان يوم ساخن جدا على كل المستويات سياسيا واقتصاديا وقضائيا وحتى رياضيا خلينا اقول لحضراتكم عندنا النهاردة بسرعة عندنا فقرة اخبارية دسمة وملئة بالاخبار وعندي ضيف مقدمة للتعليق على اهم خبر اعتقد معظم الناخبين والمرشحين والمهتمين بانتخابات مجلس الشعب القادمة مهتمين بهذا الخبر النهاردة عصرا انطلقت المجمعات الانتخابية للحزب الوطني الديمقراطي في حوالي 222 دائرة انتخابية لحسم وتحديد مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس الشعب نوفمبر 2010 لهذا العام الدورة البرلمانية الاهم في نظر الكثيرين لعدة اعتبارات منها مشاريع القوانين ومنها المرحلة السياسية المهمة المقبلة عليها مصر فبالتالي نواب البرلمان في المرحلة القادمة يجب ان يكونوا من احسن الكوادر سواء حزبيا او من المعارضة او من المستقلين في النهاية نريد برلمان يمثل الشعب المصري يأتي رغبة من الشعب المصري ومن الناخبين ويأتي ممثلا لكل الاطياف برلمان نظيف طاهر شريف نظيف اليد قائم على خدمة المصالح الخاصة وخدمة الدوائر وخدمة الناخبين واهالي الدوائر بالاضافة الى المصطحة العامة برلمان مشرع برلمان مراقب وبرلمان كمان معاقب لان ده واحد من ادوار البرلمان معاقبة المقصرين ومعاقبة الحكومة كمان اذا اخطأت ريفي هو السيد المهندس احمد عز رجل الاعمال معروف وامين التنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الرجل المسؤول عن قصة المجمعات الانتخابية سنسأل عز عن كل شيء سنسأله عن هذه القصة المجمعات الانتخابية كيفية اجراء العملية يمكن قريرنا مقال للمهندس احمد عز في جديد المصر اليوم شارح فيه مجموعة من النقاط والمحاور ورادت على بعض الحديث والمقالات التي نشرت انتقادا لهذه العملية عملية المجمعات الانتخابية سنسأله عن الحزب الوطني الداخل والخارج عن الوضع السياسي في مصر سنسأله عن كل شيء ثم نكمل أخبارنا وعندنا تطورات مهمة جدا منها ما حدث في جديد الدستور وإبراهيم عيسى منها ما حدث في مباراة الأهل والترجي والمشجعين التونسيين ومنها أيضا قرار المجلس القضاء الأعلى الخاص بحظر دخول الكاميرات التلفزيونية والصحفية إلى قاعات المحاكم القرار ده بالذات يعني أنا شخصيا والحقيقة ده مش نوع من أنواع التباهي بس ده إحساس طبيعي لازم أقول لحضراتكم عليه أنا سعيد جدا جدا بمثل هذا القرار أولا لأن أنا مقتنع بإيجابية هذا القرار وصلاحيته للصالح العام وإفاته للجو العام القضائي والمجتمعي في مصر نمرة 2 الإعلامي أسعد حالة بيكون فيها لما يحس أن صوته مسموعة لما يحس أنه بيعمله وبيؤثر لو تذكروا حضراتكم يوم الأحد الماضي كنت عامل فقرة في البرنامج اسمها العلاقة ما بين الإعلام والقضاء واستضفت فيها أحد السادة المستشارين ونقيب المحامين وأحد زملائنا الصحفيين رئيس تحرير أخبار الحوادث واتكلمنا عن التجاوزات التي حدثت من الإعلام في التأثير على سير ونظر القضايا المعروفة بين قسين بقضايا الرأي العام وأخرها قضية مقتل الفنانة سوزان تميم والمتهم فيها في شام طلعت مصطفى محسن السكري وقلنا أن يجب أن لا يفسد أحد الآخر يجب أن لا يفسد الإعلام القضاء دعوا المنصة تعمل في صمت دعوا المرافعات المحامين تجري دون شهات إعلامية ودعوا المتهمين نكن لهم كل الاحترام حتى نهاية القصة أما أن يصبحوا في تمثيلية وفي شوء إعلامي هذا ليس له علاقة بهيبة واستقرار القضاء بالإضافة إلى تنصيب الفضائيات والصحف نفسها مكان المحاكم وتقعد تقول الحكم ده صح ومصح الكلام ده مش مصبوط ثم يأتي اليوم التاني فيجتمع المجلس الأعلى القضاء وياخد هذا القرار استجابة للكلام اللي احنا قلناه في الحلقة ده أسعد إحساس يشعر بإعلامي أن صوته مسموع احنا سلحنا الوحيد ليس لنا السلطة ولا نفوذ ولا جبروت سلحنا الوحيد هو ضمرنا المهني وسوتنا فالصوت يسمع ويؤثر ده شيء في منتهى الروعة وبالمناسبة ضيف هذا الخبر هو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جلال دويدار وهو أمين عام المجلس الأعلى للصحافة علشان أتنائش مع الأستاذ جلال كيف سيؤثر هذا القرار على التغطية الإعلامية للمحاكمات ولسير العدالة والقضاء في مصر بالإضافة إلى كيف يتفاعل المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين مع بعض التجاوزات التي تتكبها الصحف وللأسف أكثر ما يضر الصحافة أربابها لأن القعدة الكبيرة محترمة ولكن هناك بعض المتجاوزين كما في كل المجالات ثم بعد ذلك سنلتقي مع الفقرة الأخيرة زميلتي مونة مسافرة فمسجلة لهذه الحلقة فقرة عن الفيسبوك وهذا المجتمع الكبير الموجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت ستتابعوا لكن قبل كل هذا وذاك لو تفتكروا أنا قلت لحضراتكم أن النهاردة 5 أكتوبر 2010 النهاردة ليلة النصر ليلة احتفال المصريين بالنصر الأعظم في تاريخ مصر السادس من أكتوبر عام 1973 رغم مرور كل هذه السنوات ولكن يظل احتفالنا بهذا اليوم مختلف تماما ومع كامل احترامي لمظاهر الاحتفال الموجودة في مصر سواء الكلمة الرسمية التي يلقيها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة هذه الملحمة التاريخية العسكرية الكبيرة أو الاحتفالات الأبرالية والأبرالتية التي تحدث لكن في النهاية أنا شايف أننا كمصريين لا نحتفل بالقدر الكافي بهذه المناسبة وفي أجيال جديد كتير ما حضرتش هذا النصر العظيم يوم ورا يوم حينسوا يوم ورا يوم حيقولوا آه ده يوم كده انتصرنا فيه لا هو مش يوم كده انتصرنا فيه دي ملحمة كبيرة يجب أن تدرس وتحفر في أذهان الأجيال الجديدة لأننا إذا لم نستلهم الدروس والروح الرائعة التي قام بها المصريون شعبا وجيشا في حرب أكتوبر المجيدة مش حيبقالنا مستقبل مش حنعرف نعيد هذا الإنجاز سواء في السلم أو حتى في الحرب لقدر الله إذا اضطررنا على مجابهة هذه الظروف إزاي ما عرفش ان بكرة أجازة بس ده مش كفاية المدارس وزارة التربية والتعلم إذا نتفكر الأسبوع الكامل الأسبوع الأول من أكتوبر من يوم واحد أكتوبر اليوم سبعة أكتوبر يجب أن يكون مخصص للاحتفال بأكتوبر كل الحصص تتلغي ماثيماتيكس وصاينس وشعر ونحو وكذا ويدرس ملاحم أكتوبر التنمية العلم الإيمان الخط برليف العبور النهر عبور القناة كل هذا الكلام وزارة التربية اللي لاستعمله لازم يبقى فيه كرنفلات شعبية في احتفالات شعبية في الشوارع بهذا النصر مصر كلها يجب أن تكون في هذه الأيام في حالة فرح لدينا انتصار اسمه ستة أكتوبر ما عندناش كتير منه هو واحد في تاريخنا الحديث وهو أعظم واحد عملناه أعظم نصر عملناه يجب أن نباهي بالأمم ويجب أن نتعلم منه والرئيس مبارك النهاردة ألقى كلمة في غاية الأهمية تحدث فيها عن هذا النصر وكيف تحقق هذا النصر وبعض القضايا الآنية حنستمع إلى مقتطفات من كلمة الرئيس ثم نعود إلى ستوديو مصر النهاردة لنستقبل المهندس أحمد عز أمين التنظيم مرة تانية أو تالتة بمناسبة هذا النظر العظيم كل سنة وكل يوم ومصر كلها بخير